ترجمة نانسي قنقر وضع سعادة وزير المواصلات والاتصالات بأن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة بعدم تحصيل القيمة المضافة على خدمات النقل المحلي والدولي المعفية والتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة التجربية لتطبيقها وتأكد من القيام بدورها على أكمل وجه دون المساس بجودة الخدمات المقدمة للجمهور وأضاف سعادته أن الوزارة تقدم خدمات مختلفة للشركات والأفراد في قطاع النقل البري بعضها ستكون معفية من القيمة المضافة كما سيتمكن أصحاب الأعمال من استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة على تلك السلع والخدمات المتعلقة في هذا القطاع على أن يتم الإعلان لاحقا عن تلك الخدمات والإجراءات المتعلقة بها